فرص لبعض الأمطار الاثنين والتسع رقعتها من جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء وإلى التفاصيل يتوقع بمشيئة الله أن يتجدد نشاط الصحب الركامية في فترة ما بعد الظهر من يوم غدا الاثنين على مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة ووصولا لجنوب مكة المكرمة وقد تطال مدينة الطائف مجددا وتترافق هذه الصحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مسحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد في بعض الأوقات كما ويحتمل تكون بعض الصحب الركامية المحلية في إزاء من منطقتين الرياض والشرقية ولكنها تكون ذات نطاق ضيق إجمالا وتترافق بهبوب رياح نشطة من الصحب الرعدية مسببة موجات غبارية مؤقتة على بعض المناطق وتشير المؤشرات الأولية في ملكز تقص العرب بأنه يتوقع أن يقترب منخفض جوي في طبقات الجو العليا من أجواء المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء وذلك بالتزامن مع تدفق بخار ماء استوائي من الجنوب بما يؤدي إلى اتساع مساحة نشاط الصحب الركامية الممطرة على المملكة من جديد مع تركزها على المرتفعات الجنوبية الغربية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتقبيق تقص العرب أمتم في أمان الله